الآن سننتقل إلى السؤال الأخير الآن ستكملون بعض الجمل بمعلومات من النص أيضا كما يأتيكم في الامتحان لدينا سؤال إكمال بمعلومات من النص كثيرا ما يسألون من أين سنكمل هذه المعلومات أعزائي الإكمال من النص نبحث عن المعنى المكمل لشبه الجملة الأولى فنكمله من النص لاحقوا مثلا جملة نمبر ون جملة الأولى إذا نقول هنا فيما لو حاولت الحيوانات الحصول على الماء من النباتات التي تنمو في المناخات الجافة سنذهب إلى النص نجد معلومة مشابهة لهذه المعلومة ولها تتم فنأخذ هذه التتم ونكمل هذه الجملة بالمعلومة المتممة لها حتى تصبح جملة مكتملة المعنى نعم يا دعاء السؤال لك ماذا يحصل هنا نعم أستاذ يقول بعض النباتات يمكن أن تحقن مواد مهيجة أو تسبب الألم في أعدائها عن طريق ماذا عن طريق ماذا يا فاقم الزهراء زشارب هيرس 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 رائع أحسنتي رائع جدا إذن عن طريق إذن عن طريق الشعيرات الحادة الموجودة على أوراقها عن طريق هذه الشعيرات يمكن أن تحقن هذه المواد المهيجة المؤلمة في أعدائها وذكرنا مثال النتو القرارس النبال ثري أن يجبكو عن طريق أحسنتي أحب الرب النمل يحمي بعض أشيار ثومغ في بلدان أفريقي الحارة أين يحومون أين يعيش أين يحومون أحب السؤال رائع رائع على فروعها على أغصانها تعيش هذه النوع من الحشرات على فروعها أو على أغصانها نمبر فور النمل يهاجم هذا الحيوان إذا كيف يهاجمه ماذا يفعل يا لبابا حتى يهاجمه هذا النمل أستاذ إي رائع فيما لو حاول هذا الحيوان الحصول أو أن يتغذى على أوراق هذه الشجرة ماذا يفعل هنا هذا الحيوان يهاجم أو عفوا هذا النمل أو هذا النوع من الحشرات يهاجم المعتدي أو هذا الهيوان أخيرا the last question the last sentence the sticky substance on some plants can المادة الصمغية المادة اللاججة على بعض النباتات ما هي مهمتها يا دعاء can prevent prevent this 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 form eating them رائع prevent insects إذن يمكن أن تمنع prevent يمنع إذن prevent insects from eating them إذن يمكن أن تمنع هذا الحيوان من التغذي على هذه النباتات هذه هي مهمة لإستيكي substance المادة اللاججة أو المادة الصمغية أخيرا